بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بإذن الله تعالى هناخدوا موضوع وهو liver diseases هنحكوا على أمراض الليفر بشكل عام نحكوا على sign of symptoms of liver disease شن هنا complication of liver disease وشن هو outcome أو end stage of liver disease لو شخص مثلا تعرض لي liver abnormality شن ممكن النهاية بتكون طبعا كيف ما نحن عارفين إن الليفر يعتبر من five vital organs نحن صنفنا organs of the body قلنا في five vital organs lebrain lung heart kidney and liver أي defect أو أي abnormality function of five organs هذين ممكن تأثر بشكل كبير على حياتك تمام به كانت تذكروا في أول محاضرة خذيناها في general pathology خذينا cell injury and adaptation جلنا لو cells أو سل معينة تعرضت لسترس whatever كالنوع لسترس whatever لكن المهم تعرضت لسترس عندها ضريقين ممكن تمشي فين هتوقف من مفترق طرق وعندها ضريقين ممكن تمشي فيها ممكن السل هذي أو الخلية تبي تعود نفسها أو تكيف نفسها لحسب استرس التي تعرضت لها وتدير adaptation بشتى أنواعها وممكن السل ما تتحملش الاسترس ويسرلها injury وحيسر لي وسرل injury وسرل injury بينتهي ب cell death حنفقد الفنكشن 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 ولو فقدنا الفنكشن الفنكشن حتأثر على الأورغانز الأورغانز بيأثر على السيستم وتخش في وممكن تأثر حتى حياتك تمام نفس الفكرة لو مثلا تعرض لسترس ممكن يأدي إلى أو وال تأدي إلى الدزيز الدزيز ممكن ينتي بينما يطاف إلى النكروسوس اللي بتفقد الفنكشن وتأدي إلى وبما أن نحن قلنا أن الليفر يعتبر معنا أنت ممكن تأثر على حياة البيجين لو تبي تسألني تقول يا دكتور بايش هنهن الليفر سترس شنهن الليفر الليفر يأثر للليبر وتأدي إلى هباتك انجري أول حاجة عندك لو مثلا شخص خش في انفلاميشن وسميناه الهيباتايتس هي انفلاميشن ممكن تدي للي هباتك انجري تعتبر نوع من أنواع سترس لو واحد تعرض ل دي جنريشن دي جنريشن أو ليفر سيلس حتى هي ممكن تأدي إلى هباتك انجري لو واحد تعرض ل نيكروسوس ممكن تأدي إلى ليفر انجري أو هباتك انجري وعلى فكرة النيكروسوس تعتبر لو واحد تخش في هباتايتس كرونيك هباتايتس ممكن تأدي إلى نيكروسوس كرونيك دي جنريشن ممكن تأدي إلى نيكروسوس تمام ب لو الليفر تعرض ل فيبروسوس الهيباتك سيلس تغيرت إلى فيبروس سيلس هذي تأدي إلى هباتك انجري ممكن الليفر يتعرض إلى حاجة اسمها سيروسوس ومشهورة جدا وكيدا كلكم سمعين به هي الليفر سيروسوس ممكن تأدي إلى هباتك انجري فهذينا يعتبرا ال او الأشكال بينتهبين المطاف إلى هباتك انجري الهباتك انجري يبيأثر لي الفنكشن بتنقص وبعد تنقص الفنكشن اوف نفقد الفنكشن اوف هتأدي في النهاية الى الليفر تمام فموضوع محاضراتنا اليوم والمحاضرة الجاية اللي هتكون آخر محاضرة في الليفر نبقوا نعرفوا وندرسوا هن الموع السرس اللي بيأثرا في الليفر حنعرفوا حاجة اسمها انفلميشن هباتايتس حنقرب دي جين حنعرفوا شن هو النيكروسوس او اسباب النيكروسوس حنحكوا على الفايبروسوس ونحكوا على الليفر سيروسوس حنجوهن بالترتيب تمام بسم الله نبدو مع اول نوع ونبدو نحكوا اليوم في الليفر دي جينيريشن بعد تسمح كلمة دي جينيريشن كأنك قلت دامج او خراب فالدي جينيريشن هو خراب او دامج في الهيباتيك سلس او الهيباتيو سايد بيشن لنا اسباب دي جينيريشن وليش الليفر دخل في دي جينيريشن اول سبب لنا توكسيك ماتيريو او توكسيك سابستانس كيف شنو مثلا اكثر كوز يؤدي الى دي جينيريشن هو الكحول الكحوليك الكحوليك دي مثل عندهم هيباتيك كومليكيشن او هيباتيك ديزيز فالدي جينيريشن هيكون ديو تو ديو تو توكسيك انجري من هو الموست كومون كوز دي جينيريشن فانواع دي جينيريشن اكوردن تو الشكل اكوردن تو الشكل في بعض اشخاص يتعرضوا دي جينيريشن وتلقى منفوخ احنا هذا شكل الليفر صح هذا شكل الليفر متاعنا يبدأ منفوخ كأنك بتضبط خليط توبو حضيتها في الليفر ونفخت كأنك عملت الليفر كبالونا درتك كأنه بالونا النوع هذا يسمو فيه البالونينج دي جينيريشن بالونينج دي جينيريشن تمام هذا النوع الأول النوع الثاني هو الليفر هذا الليفر متاعنا طبعا داخل الليفر في البال داكت لأن الدكت يحتمل على بايل نسمو فيه هبات الدكت طبعا لكن هنا يحتمل على بايل تعتبر بايل داكت لو أنا صلي انجري في الليفر صلي انجري في الليفر أو دي جينيريشن في الليفر مرض مرض يبدأ عميق يبدأ يحفر يحفر في السيلز ويوصل للبال داكت لجوه فينجرها ينجرها يبدأ البال يطلع. يطلع في الحفرة اللي انت حفرتها في الليفر. فتلقى شكل هذه الحفرة. هذا الديجينريشن. وديجينريشن لانه عميق. واصل في البايل فتلقى تلقى معبية بايل. الحفرة هذا. الحفرة الاخرة. 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 كلهم معبيت باي. بعد جاءوا بحثوا في في الشكل هذا. لقوه شبيه بالمدة الفوم. مدة الفوم از ما حكي تلكم. تلقوه في محلات موت بلاء. باي. فشبهوا الحفرة هذي اللي في الليفر. والباي اللي طلع في الفوم. يمدك في الاسفنش. فسموه فومي دي جينريشن. فومي دي جينريشن. تمام? باي. النوع الثالث او شكل الثالث من الدي جينريشن. شوفوا معي. الليفر. الليفر. لو خذينا مننا عينة. لو عندي هذا الليفر متاعي. وخذينا من عينة وشفنا شكل الهيبات وصايت من جوه. نلقوه بهذا الشكل. تمام? الهيبات وصايت من جوه لا تحتوي على فات. لا تحتوي على فات. في بعض انواع دي جينريشن. نلقو الهيبات وصايت مليانة بفات. نسموه فيها فات دروبلت. يعني كأنك فيه اكيموليشن. اكيموليشن. اوف فات دروبلت داخل الهيبات وصايت. معنى هنا فيه فاتي تشينجس صارن في الليفر او صارن في الهيبات وصايت لاني نورمالي ما فيهاش فات. فالنوع هذا من الدي جينريشن نسموه فيه الاستي توسس. استي توسس. او اللي هو ساموه فيه فاتي تشينجس ان دليبر. فاتي تشينجس ان دليبر. بتقولي دكتور انا هكي عرفت اني ان ديجنيريشن هو ثري تايبس. بلوننك ديج، فومي ديجنيريشن واستي توتك او فاتي ديجنيريشن. باهي انت سب اور م بدعة اعطيتنا انواع ديجنيريشن. احدنا الالكهوليك, التابعنا ممكن يكن دي وجود داقز، ممكن. والتفار كالنوع. هل فيه انواع معينة ديرا بالونك او فيه انواع معينة ديرا الفومي او فيه انواع معينة لا. اي ممكن يؤدي لك لاي نوع تمام? انا اعرف كم توق اغلبيتكم عندكم علامة التفاهم على هذا. بتقول لي ليش? ليش مثلا الهيباتك او الهيباتكتل او تحبت فات. مع الانية ما فيهاش فات. شوف معي. قلت لك انا اهم كوز لديجينيليشن شنو هو? بتقول لي دكتور قلت لنا اهم نوع لديجينيليشن هو الكحول. الكحوليك بيشنت هم اكثر اشخاص ممكن يتعرضوا لليفر ديجينيليشن. الكحول لتوكسك سابستنس هدي بعد تضرب الليفر ادي لستيموليشن لانزيم اسمه دي هيدروجينيس. دي هيدروجينيس. او الاصح اسمه الالكحوليك الالكحوليك دي هيدروجينيس. شنو وظيفتها او الانزيم هذا? يدي لي ميتابوليزم للكحول. لانك انت شنو? كما نحن عارفين ان شنو وظيفة الليفر? هي دي توكسيفيكيشن. دي توكسيفيكيشن. اي توكسك سابستنس في البلد وفي البادي جلت عالي هانا. حاولي 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 حاولي. او تنقي فيها. لانك انت هو شنو? الليفر يصب في كل البورتال سيركوليشن. كل الابدومينال او البلفك او رغانس خلال البلفك اه سوري خلال البورتال فيين بيصبا في الليفر. وظينا يحملن توكسك سابستنس. فالليفر يكتبر بوابة. بوابة الكحول. ما فيش حاجة تمشي الهارت الا انصف فيها. تعالي هنا انت عندك توكسك سابستنس لاحاولي لي. وانتي يمشي 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 يمشي. واك. فاللكحول يعتبر توكسك سابستنس. فيبدأ سيري للانزيمات مش يديلي الكحوليك ميتابوليزم او ايثانول. ايثانول ميتابوليزم. ايثانول هذا هو اللي هو يستخدم فيه في الصكر. ربعا فيه اثنين. فيه ايثانول وفيه ميتانول. ميتانول هذا ياخد فيه ديما من وقود او بنزينة طائرات. كان سمعته زمان وصارت حتى عندنا هنا للأسف الشديد. ان فيه اشخاص توفوا من تسمم الكحولي. عادة تسمم الكحولي يصير لي من الميتانول. يغش فيها ويضعوا ايثانول يحطوا فيه ميتانول. تمام؟ المهم. فيديلي ايثانول ميتابوليزم. نتيجة الميتابوليزم اللي صارت هدي. وشخص يبدأ ياخد في الكحوليك ديما ديما باستمرار. الميتابوليزم هذي بتكون لي مادة او بتديلي جينيريشن جينيريشن بتجمالي من مادة اسمها الناد اتش. كده كلكم سمعينها. الناد اتش طبعا اختصار نيكوتينيك ادينين داي نيكلو تايد. نيكوتينيك ادين داي نيكلو تايد. شن وظيفتها المادة هذي هذي تمشي تديرلي ستيموليشن للفاتي اسد سينثيس. تحفز تصنيع الفاتي اسد. ستيموليشن وفاتي اسد سينثيس. فبالتالي الاشخاص اللي هما الكحوليك عندهم تصنيع فاتي بشكل كبير. الفاتين بيمشي بيمشي يقامل في الهيباتيسايت. فالديلي فاتي او ديلي ستيتوسوس. تمام? هذة للجزء الاول اللي هو الدي جينيريشن. كملناه. نجوت او نحكو على النيكروسس. ما تدوخش روحك بكل. ما تدوخش نفسك بكل. اي اي كرونيك ديزيز. اي كرونيك ديزيز. او ديليبر. اي كرونيك ديزيز. اي كرونيك ديزيز. اي ديزيزة. شنين هيته? نكروسس. اي ليفر ديزيز. يعتبر سترس. 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 تحملت الليفر تحمل تحمل. بعدها خلاص انا ما عاش نجد انتحمل. هاخش في نيكروسس. والنيكروسس او ديزيز يعتبر نوع او شكل الاشكال الهيباتيك انجري. هادي الى ديكريس في الفانكشن اوف ديليفر. وحينتي به المطاف لليفر فيلر. وليفر فيلر للأسف هينتي بيك المطاف الى دف. لانك انت فقط مكون اساسي من با يا دكتور هل النيكروسس نوع واحد وشكل واحد ولا حتى هو اشكال وانواع كيف كيف حتى هو اشكال وانواع كيف كيف باي شنو هنا شوفوا معي. طبعا كيف ما احنا عارفين ان هذا شكل الهيباتيو سايد. وفي النص عندي هنا شنو حاجة اسمه سنترل فين. صح الله. وعندنا اخرى حاجة اسمه البورتال ترياد. شن هو البورتال ترياد؟ البورتال ترياد هو عبارة عن ثلاث حاجة. هو هيباتيك ارتري. هيباتيك ارتري. والبيل دكت. وجزء من البورتال او بورتال ترياد. بورتال فين. بورتال فين. هباتيك ارتري. هذا شنو يسمو فيه؟ نسمو فيه البورتال ترياد. تمام؟ بم. ليش انت قلت لنا هذا يا دكتور؟ قلت لكم مضا مش نعرفه. اول حاجة. الخلايا الميتة او نيكروتيك سيلز. فيه بعض الاشخاص يخشوا فيه نيكروسوس ان ذا هباتيو سايت. نجو نبحثوا في الخلايا الميتة. نلقوهن اراون السنترال فين. النوع هذا نسمو فيه سنتري لوبيولار. سنتري. لوبيولار. نيكروسوس. هذا اول نوع. فيه انواع اخرى نلقوهن فيه الخلايا الميتة. منتشرة. مش خلال مجموعة منتشرة. خلال كل. الليفر. مش اراوند السنترال فين فقط. النوع هذا نسمو فيه فوكل. فوكل. نيكروس. متشرطة حكي وكي. النوع الثالث. حننلقوه متداخل الخلايا الميتة اراوند او ندير انترفير متداخل مع البورتال. النوع هذا نسمو فيه بيسميل. بيسميل. نيكروسوس. وفي بعض الاشخاص للأسف ان نلقوه ان كل السلس او اكتر من تمانين في المية من السلس. اوف دي ليفر صيل لها نيكروسوس. فالنوع هذا نسمو فيه ماسيب. ماسيب. نيكروسوس. تمام? سهل سهل. هذا التاني موضوع عندنا هو نيكروسوس. فتو نحن كملنا موضوعين في الهيباتيك انجري. دي جينيريشن. سهلات وبطاطة جدا صح? تو نجول الثقيل. خليت لكم في النهاية. بي نقول كم حاجة. قبل ما خشوا على ثقيل شوية والموضوع المواضيع الاكبر شوية. خلو ناخدوا موضوع بسيط وسهل لكي. نلطفه بالجو. ناخدوا تحليل وظائف الكبت. صح الله. اللي هو الليفر فانكشن تست. يقول لك ديرينا الليفر فانكشن تست. شين يكون فيه التحليل هذا? وشينو فيه? بالضبط هو اللي من نعرفون انت هو. طبعا ديما الليفر فانكشن تست من نادر انه يقول لك هواه الدزيز هذا عندك. لا. هو يبين لك عادة ان في مشكلة فيه. الليفر. لكن. تبدأ انت من الهيستري متاعك. والأضر انفستيجيشن اخرى. تحاول. تطلب حتى راديو راديولوجيكال اي مش. مش تعرف انت شين مشكلة. تمام? به. اول حاجة هتلقاها في ورقة تقرير الليفر فانكشن تست. تو انزيميس. انزيم الاول اسمه استي. والانزيم الثاني اسمه اي التي. هذا طبعا اختصار الاسبارتيت. اسبارتيت. امينو ترانسفريز. وهذا اختصار الالانين. امينو ترانسفريز. فالاس تي. هو اسبارتيت. امينو ترانسفريز. والالالت. هو الالانين. امينو ترانسفريز. يا دكتور شن الاسماء الغريبة هذي وشن فكرتها. طبعا الانزيم هذه موجودة داخل الهيباتوزايد. داخل الهيباتوزايد. شن وظيفت الانزيم هذه. هذه هنا موظيفتها الميتابوليزم اف امينو اسد. طبعا الميكان الاساسي للبروتينز والامينو اسد في الليفر. هذين وظيفتها الاساسية ديرا ميتابوليزم اف امينو اسد. فتحول في البروتينز الى انجري. سوري. تحول في البروتينز الى انجري. مش انجري. تحول في البروتينز الى انجري. لو نفترضه ان في شخص تعرض لي ليفر انجري. او ليفر ديزيز. بيصير لي انجري. بيصير لي مشاكل في الهيباتوزايد. فشن يصير الانزيم الزادينة اللي كان لانتكارسات في الهيباتوزايد. يبقى يطلع. ويخشن في السيركوليشن. يخشن في البلد. فالليفر انتحل شن بيصير له؟ بيزيد. فديما الاليفيشن اف اي اس تي. والالالتي بعد تلقان هاي. اعرف ان في مشكلة عندي في الليفر. تمام؟. هذه النقطة الانزيم الاخر اللي نلقوا في ورقة الاليفر فانكشن تيست. انزيم اخر اسم الالبي. الالكالاين فوسفاتيز. الالكالاين فوسفاتيز. وفيه انزيم اخر اسمه gamma gamma glutamyl gamma glutamyl transpeptase trans peptase شين قصة التو انظام زالين ديو الalkaline phosphatase والgamma glutamyl transpeptase طبعا احنا الليفر امتعنا بهذا الشكل هذا الليفر وتحت الليفر ستلقى المرارة اللي هي goal platter الدكت of goal platter اسمه cystic duct تستقبل hepatic duct وبعضا يكونن common pile duct تمام بل وهذا طبعا common pile duct تنزل بيستقبلها pancreatic duct وبيصبها وين يصبها في الدودن تتعلم الalkaline phosphatase ينزل مع الباي ينزل مع الباي ويخش في الانتستن هو ديما وضيفته في الانتستن ديما act against bacteria of jt بشكل عام مش في الانتستن بس تمام لكن جلح الalkaline phosphatase عادة مش موجود فقط في الليفر ممكن نلقوه في other organs ممكن نلقوه في البلاسنتا نلقوه في كيدني في البون يدخل في تكوين أيضا other organs حتى الليفر زيادة يعطيك أنك ممكن تكون في مشكلة في الليفر صحيح لا لكن شو نضمان إلى مشكلة في الليفر مارت المشكلة في الكيدني مارت المشكلة في البون مارت في other organs فهو ينطلب كتأكيد بس للمعلومات اللي عندك لكن not specific تمام قال لك قال لك الalkaline phosphatase نلقوه high ديما في حالات obstructive juncts obstructive juncts أول حاجات التي لدينا في obstructive في البايل duct نلقوه في الalkaline phosphatase high ليش شن تفسير متاع دكتور فمش قلت لك من الalkaline phosphatase ينزل مع البايل duct إلى الدودينم بعد ديني مثلا stone أو أي حال مسكرتلي البايل duct ما عاش فيه بايل ينزل الانتستن تبدأ تعيض يا ليبر يا ليبر نزلي الalkaline phosphatase تقول لا يلي لا أنا نصنع لك ولا نصنع لك لكن ينزل قدام ينحق فيه لكن من درش علي وصولك أو لا في مشكلة فالليبر يظن من نفسه أن الalkaline phosphatase كمية متاع ما تستش كمية بسيطة فيبدي يصنع فيها أكثر وأكثر وهو ما ينزلش فتبيديد نسبة متاع في البلد فتلقى الalkaline phosphatase دي ما indicate two obstructive chunks تمام حاجة أخرى تقاب لك في ال ال اللي هو بروتين ال البوين بروتين الالبوين طبعا الالبوين نورمالي يصنع في الليبر وديما تضمنت نسبة أو الرينج بتاع التصنيع متاع بير دي من 12 إلى 15 جرام بير دي فلو أنا نصلي الهيباتيك انجري وصلي ديث في الهيباتيك سلس معناها تصنيع الالبوين ما عش بيكون بالكفاءة الأولى معناها الليفل اف الالبوين يبينقص فالكلمة تصنيع متاع ديما شك انه عندك مشبهة في الليبر هذي حاجة الحاجة الاخرى بتطلبها مرة انت في الليبر فانكشن تست اللي هنا الكواغوليشن فاكتور أو الكلوتينج فاكتور تمام الليبر يصنع في فاكتور واحد اتنين خمسة سبعة تسعة عشرة تاش أطناش هذين كله نصنع في الليبر فلو انا عندي مشكلة في الليبر وليبر ديزيز وليبر مش حيصنع بشكل كافي فيصير في ندكريز فممكن الاشخاص يخشوا في فدي ما يطلبوا في البيتي ديو البرو ترومبين تايم نطلبوا في حالات ال 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 حنالقوه برولونجت حنالقوه برولونجت ليش برولونجت ديو تو ديكريز في بروتينج فاكتورز ما عاشي صنع فين الليبر ديو تو انجري انجريز تمام اخر حاجة نطلبوها في ال ال تيستين او انفستيجيشن في اي ليفر ديزيز او ال 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 نطلبو ال البليروبين او البليروبين نسبة البليروبين نورمالي ليفل دي ما تكون مفروض اقل من واحد ميلي دي سيليتر تمام مفروض تكون نسبة البليروبين نورمالي في البلد اقل من ميلي جرام بير دي سيليتر في بعض الكتب وبعض المراجعة تقولك لا لعند الواحد بويند اتنين ميلي جرام بير دي سيليتر تعتبر نورمال فلا احنا مش هنزال واحد فحط ورينج قال لك نورمال رينج او بليروبين يتراوح من بين بويند تري لعند الواحد بويند اتنين ميلي جرام بير دي سيليتر تمام به لو الجين الليفل امتاح اكثر من ون جرام ون ميلي جرام الحال هذي هنسموه هايبر هايبر بليروبينيميا هايبر بليروبينيميا يعني زيادة في نسبة البيليروبين في البلد لو لو تتضبط الجناه اكثر من اثنين او ثلاثة وبعض المراجعة تقول اكثر من اثنين وبعض المراجعة تقول اكثر من ثلاثة ميلي جرام بير دي سيليتر هذي نسموه فيه ديزيز اسمه جانس احنا نقولوله في لهجتنا العامية الصفرة مرض الصفرة تمام هذا بالنسبة ل لأي ديزيز عندنا في الليبر تمام بتقولي لا دكتور مش تمام كلهم تمام عند هذ انت قلت لنا البليروبين وخشيتنا في النورمال نورمال وحيبربلربنيميا والجانس شنوه البليروبين هذه وكيف يطلع وكيف يصنع وشن هي الجانس بما انك انت سألتني انت جبتها الروحك بما انك انت سألتني شن هو البليروبين وشن هو الجانس خالينا نخش فيه اذي انت جبتنا لثقلتاو خالينا نخش في موضوع جديد اسمه الجانس ننتقل تو لموضوع мهم جدا وهو الجانس ربعا نحن اتفقنا مبدر شوي من ثواني ان الجانس هي عبار عن هيبر بالروبينيون زيادة في النورمال ليفل بالروبين تعالوا معايا نعرفوا شين هي قفة البلروبين من البداية عندنا هذا البلد بيسل بلد بيسل طبعا داخل البلد بيسل فيه هيموغلوبين بعد يتكسر عندي الار بي سي ويتكسر عندي الهيموغلوبين يبينجزم الهيموغلوبين الى هيم وغلوبين الغلوبين بيمشي للليبر بيتخزن في الليبر حيقل عندي هنا الهيم الهيم مستحيل حيقل فريك شين يصير؟ يتكسر الهيم الى حاجة اسمه البليفيردين بيليفيردين كيف تكسر الهيم الى بيليفيردين؟ عن طريق انزيم اسمه الهيم اوكسيجينيز هيم اوكسيجينيز ما هو الهيم اوكسيجينيز؟ هذا يكسر الهيم الى بيليفيردين البليفيردين بيتحول لي الى مادة اسمها البليروبين تمام؟ عن طريق انزيم اسمه البليفيردين بيليفيردين 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 الى بيليروبين هذا كله وين صار؟ صار لي في البلد او في السركوليشن البليروبين توى من يبي يبيليفر يبيعدي للليفر خرص بعد تحول الهيم إلى بيلربين تو يدور في من؟ يدور في الليفرمان فهو مش عارف مكان الليفرمان مش عارف مكان الليفرمان فهي بيسأل في مثل مصري يقولك اللي يسأل ما يتهش صحة ولا لا؟ فهي بيسأل أول واحد يجي في طريقة يسأله الألبومين فيحق قدامه الألبومين يقول لي ألبومين معلش تعرف الليفرمانين عدوا لها يقولها في نهر الألبومين طيب بدون يوصفهم بعيد يقول لي لأ تعال أركب معي يتمشي لك فالألبومين يرتبط مع البيلربين ويمشوا مع بعضهم داخل النقر يقول لي ها ضيسي دي الليفر هاي استلام عليك وسيبة ويعدي فوصل البيلربين لليبر بكل سلا داخل الليفر البيلربين مش هيقده في ريه حيصي لك كونجيوكيشن يلصق مع حاجة أخه فيصي لك كونجيوكيشن مع حاجة اسمه لك كونجيوكيشن فيصي لك كونجيوكيشن مع أسد اسمه لك كونجيوكيشن كيف صار لك كونجيوكيشن هذا جلوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكيوكي تقول لي معناها يا دكتور معناها البلربين اللي هو كين برا الليفر هذك اسمها ان كونجيغيتد بلرب بلرب نعرف في ناس واجد مرات الترخب طوء ما بين الكونجيغيتد والان كونجيغيتد بعد جيه يقولك البلربين اللي موجود في البلد شنو هو بتقوله ان كونجيغيتد اللي عند دخل الليفر هو ان كونجيغيتد داخل الليفر داخل الليفر قاعد كونجيغيتد تمام فهو في البلد ان كونجيغيتد بعد دخل الليفر دخل في حالة اللي هي اللي حالة اللي هو قاعد فيها اللي هو ان كونجيغيتد بعدين صار لك كونجيغيتد فداخل الليفر نلقوه هنا اثنين نلقو ان كونجيغيتد ونلقو كونجيغيتد وهو بمزال ما ارتبطش مع الكلوكورونيك أسد ارتبط عن طريق الكلوكورونيك ترانس بريث حيث يكون اسمه الكلوكورونيك أسد تمام؟ بعد الليفر ربط لي البلربين مع الكلوكورونيك أسد هو بيبدأ ينزله فينزل عن طريق الهيباتيك داكت وعندها السيستيك داكت ينزل مع الكمون بايل داكت ومفروض ينزل وين؟ في الانتس تمام؟ مفروض ينزل في الانتس في جزء منه يمشي للكدني في جزء منه يمشي للكدني ويطلع مع اليورين يطلع مع اليورين حيث اسمه يورو بلينوجين يورو بلينوجين هذا هوين؟ هذا يطلع في اليورين أما الجزء اللي بيطلع في ستول حيث اسمه ستيركو بلينوجين ستيركو بلينوجين ويطلع في ستول فهذه هي القصة الطويلة العريضة أنه بعد سيلي تكسير أو سيلي هيمولوسس والهيموغلوبين ويطلع عنده هيم يبدأ الهيم يتحول إلى بليفردين بليفردين إلى بليربين بليربين يأخذها في جيبة الألبومين ويشيلها للليفر ويطلع داخل الليفر ويطلع خلال اليورين على شكل يورو بلينوجين ويطلع في ستول على شكل ستيركو بلينوجين تمام؟ آخر نقطة رد نذكركم بها البليربين خارج الليفر اسمه داخل الليفر ممكن أن تكونجيغيته وممكن تكونجيغيته حسب الكونجيغيته بره الليفر طلع من الليفر خلاص مستحيل يطلع أن يطلع تكونجيغيته بليربين تفقنا لي القصة هذه؟ تمام فأي زيادة في البليربين بأشكالة 2 لو كان في زيادة في الـ أو زيادة في الكونجيغيته بليربين أي زيادة في نذينة 2 نسمو فيها الـ فلو صرت لي زيادة في الـ بليربين سنسموها بليربين بليربين لو صرت لي زيادة في الـ بليربين سنسموها بليربين تمام؟ بح نجو طوى عشان إنا الكوزاس حتى لو أن تلكمل الخليطة هذي الكوزاس ها يجب أن ننكم تافهات جدا بح بتقول يا دكتور بما أنه بما أنه تفترضوا أن هذي الطريق متاح هذي الطريق تبدأ من هنا بهذه البداية وتنزلك سعلا أنا الليفر عندي في النص الليفر قاعد في النص ما بين الطريق الأولى وطريق الثاني فأنا أسباب ممكن تكون قبل ما يوصل لـ وممكن تكون المشكلة صرت لي داخل الليفر وممكن تكون المشكلة صرت لي بعد مرور في الليفر صح الله؟ فلو صرت لي مشكلة خارج الليفر في البداية قبل ما يوصل الليفر هذي نسمو فيها الـ 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 لو صرت مشكلة داخل الـ الـ هنسمو فيها الـ الـ لو صرت المشكلة بعد الـ و بعد خروج الـ الـ برا الليفر هنسموها برا الليفر هنسموها البوست بوست هباتيك كوزوس تمام؟ فعندنا هباتيك كوزوس بوست هباتيك كوزوس والبري هباتيك كوزوس أفضل لقطة تول بنسالك فيها تول الكوزوس نحن تفاصيل ما عرفنا نش لو نقول لك يا دكتور أنا عندي براهبات كوزوس أدت إلى جاندس أو أدت إلى هابر بليربينيما شم بيكون نوحة؟ بيقولي يكون نوحة الـ صح الله؟ لأنه بتقولي المشكلة كلها صارت قابل ما نوصل وهو البليربين قابل ما نوصل قاعد فري فمية في المية لو صارت في زيادة في نسبة البليربين بيكون فديما الـ بري هباتيك كوزوس ليد تو أن كونجيوغيتد هايبر بليربينيما تمام؟ به لو كان بوست هباتيك كوز حاجة بعد الليفر برا بعد تلات لك كونجيوغيشن ومشكلة برا هنا خلال المرورة الطبيعي أدت إلى زيادة في البليربين منحنا مش عارفين شنة الكوز لكن أي كوز كان شن بيكون شكل الـ هايبر بليربينيما بتقولي شكل متاحك كونجيوغيتد لأن أي بليربين تطلع برا ليفر بتكون كونجيوغيتد فأي بوست هباتيك كوز نسميلك حيقدي إلى الـ كونجيوغيتد هايبر بليربينيما بليربينيما سمع في الباست هباتيك كونجيوغيتد هايبر بليربينيما والبري هباتيك بليربينيما بليرباتك يا دكتور الهباتك هنا اثنين ممكن يكون أن كونجيوغيتد هايبر بليربينيما وممكن يكون كونجيوغيتد هايبر بليربينيما ليش يا دكتور بوت؟ لأن البليربين بعد دخلت للليفر دخلت في حالة الـ و بعدين طلعت كونجيغيتد سعالي فهي بعد وصلت وقعدت لفري بعدين جوا في خطوات بيصير وميصير لها كونجيغيتد فأنا علي حسب لو صرت لي المشكلة في الليفر قبل ما يصير للكونجيغيتد هايبر بليربينيما و لو صرت لي مشكلة في الليفر بعد وقت تاتها وكونجيغيتد و صرت لي مشكلة وزادت البليربينيما ستسبب لي كونجيغيتد بليربينيما كونجيغيتد بليربينيما كونجيغيتد سؤال تمام؟ فعلي حسب الكوز تقدر أنت تعرف هل هي كونجيغيتد هايبر أو أن كونجيغيتد هايبر توا نجو نسميي لك توا نجو نسميي لك الكوز شوف معي أي برهباتك كوز نسميي لك يحيقدي إلى الـ كيف شنو مثلا؟ تقولي يا دكتور أنت قلت لنا أن البليربين تكون نتيجة تكسير الهيم صحر الله فلو نظرا شخص عنده هيمولسس في زيادة في الهيمولسس أي حال تؤدي إلى هيموليتك أنيمين يزيد بشكل كبير نسبة الهيمولسس وتكسير الـ ما عنديش بشكل كبير زيادة في البليربين صحر الله؟ تؤدي إلى هايبر بليربينين وتؤدي إلى تانس كيف شنو مثلا؟ كيف ديزيز اسمه سفيروسيتوسس سفيروسيتوسس هذا هنغضوه في البلود حيكون شكل الـ بدا ما هيكون شكل متاحها بايكون كيف؟ هيجد شكل متاحها الدائري فشنو تضربك هيمولسس 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 زيادة في البليربين هايبر بليربينين في ديزيز آخر اسمه سيكل سل تكون شكل شكل الـ من جريد شكل كيف الأداء الزراعية تلقى شكل الداحة من جريد طبيعي في الزرع نفس الشكل فهي أبنورمال شيب حتى تكسر زيادة في الـ زيادة في البليربينين تمام؟ ممكن بعض الترانسفيوجن ممكن أوتوامين ديزيز أوتوامين هيموليتك أنيميا ممكن مرض الملاريا الملاريا حتى يؤدي إلى طربيك في الـ كله يؤدي إلى هيمولسس أي كوز بريهيباتيك شين يدير الدكتور؟ غامضينه كولي أن كونجيجيتد هايبر بليربينين تمام؟ شين هنالهيباتيككوز أي لفر ديزيز أي سمي أنت سمي هيباتيكس سيروسوس فييرل هيباتيكس الكوليك هيباتيكس وتوامين هيباتيكس ديزيز اسمه بريماري بيليري سيروسوس هيموكريماتوسوس ويلسين ديزيز ألفا وان أنتي تربسين ديفيشينسي أي ديزيز يخطر في بالك أي ديزيز يخطر في بالك يضرب الليفر ممكن يؤدي إلى جانس أو هايبر بليربينين كل الديزيز اللي سميت له كتاب هنأخذون بعد دقائق ما تخافش مش تقول لي أذنينها أسماء غريبة لا مش أسماء غريبة بعد دقائق هتقدر لديك التفاجد تمام؟ فيه ديزيز اسمه جيلبرت سايندرو ديزيز اسمه يعتبرنا هيباتيكس كوزة جيلبرت سايندرو وفيه ديزيز اسمه كريغر كريغلر ناجار سايندرو كريغلر ناجار سايندرو تمام؟ بعدين أكوردنج تو الدكتورز اللي ما اكتشفوا نظريتني شن مرض هو؟ شن هو يا دكتور الجيلبرت؟ وشن هو كريغل ناجار سايندرو هذين الاثنين حيكون فيه مشاكل في الجلوكروينيك ترانسفريز أنا بدون الانزيم هط بدون الجلوكروينيك ترانسفريز مش حيصيري كونجيغيشن لو أنا عندي نقص في الانزيم هط مستحيل يصيري كونجيغيشن ما بين البلربين و بين الجلوكروينيك اسمه و ل أنا راسه مستكتر راسه مستكنا لو البيلربين مش حيطلع. لان الليفر راسم سكر كما قلنا. فيبدأ تجمع الليفر في فيزيد سبتة في البلد. فتأدي الى الهايبر. بلدر وانيمي. وتأدي الى جانس. تمام? بايح تقول لي دكتور اوكي انت قلت لنا هذين الاثنين مشكلة في الانزيم. لكن هذين اسماء مختلفات. الاول اسمك والثاني اسمك بما ان هنا اسماء مختلفة منها كل واحد عندها شكل بروح. وكل واحد عندها ميكانيزم بروح. شون هي الميكانيزم? انا بعد نقول لك الانزيم هذا ما عندش بكل. معنها بيأثر في عملية الكونجييشن بيأدي الى تمام? لو انا نقول لك الانزيم هذا في متوفر بكثرة ولا الحمد لله. لكن ميخدمش. شون تستفدت منها? مستفدتش منها اي حاجة. منها حتى هو حتى اللي اني قاعدت كيف قلتها كيف قاعدت كيف قلت. وهو موجود لكن ان اكت. فمش هيديلي كونجييشن. فحيديلي هيبر بالرابنين. هذي هو الاختلاف ما بين الجيلبرت سيندروم و الكريغلر ناكار سيندروم. الكريغلر ناكار سيندروم فيه ريداكشن او ابزنس في الانزيم. ما فيش بك. الكريغلر ناكار سيندروم. لكن الجيلبرت سيندروم لا انزيم فيه. لكن عنده ريداوز في الاكتيفتي. ان اكتف انزيم. تمام? هذينا بالنسبة للهيباتيك كوزز. هيباتيك كوزز اي هيباتيك بزيز. السمينة هذينا ممكن يكون ممكن يكون ان كونجيكيتد هيبر بالرابنينية. شن هن البوستيباتيك كوزز? البوستيباتيك كوزز نحنا عرفنا انه بعد صلي كونجيكيشن. طلع لي كونجيكيتد بالرابن. بيطلع خلال الهيباتيك دكت. ويبينزل. مش يطلع لهيئة استيركوبيلينجين. بعد هو طلع كونجيكيتد. نفترض ان في هذا مسكر الطريقة من ديرها اوبستركشن. فيبدأ تجمع البيلربينزل. فيتزيد الليفل المتاع. فتخش الشخص في هايبر بيلربينيميا. النوع متاعها كونجيكيتد اللي انه هو طلعها خلاص. طلعها خلاص. تقدي الى جانس. كيف شنو باشي? تقو انتنا بيك تفكر لي في اي حال دير اوبستركشن. تسميلي. ستون. جماعة تعيانه من حصة في المرارة. او في الدكت. اي ممكن تتذكر لي القصة دي كله. البانكرياس. الهيد اوف بانكرياس. في اشخاص يخشوا في كانسر في او بانكرياتيك كانسر. يكون في الهيد اوف بانكرياس. او اي جزء من البانكرياس. ممكن يدين لك اوبستركشن. اوبستركشن. على الدكت. فتدين لي هايبر بيلربينيمي او كونجيغيتد هايبر بيلربينيمي. ممكن بعض الاشخاص من عندهم يعني من باراسيتك انفكشن. بعض الباراسايت. تدخل يدين لك اوبستركشن. فا اي حال دي لك اوبستركشن. يدين لي بوست هايباتيك جانس او كونجيغيتد هايبر بيلربينيمي. تمام؟ هذا فيما يخص موضوع الجانس. انجو توا نحكو على موضوع حتى هو مهم جدا. وهو سيروسوس. وهذا الموضوع اللي انت بتكتلكم ترجو فيه. ان اغلبيتكم تسمعين بحاجة اسمه لكن مش عافين الديتيلس اوف ليبر سيروسوس. الليبر سيروسوس حتى الثانية متبوخش نفسه بكل. اي كرونيك. اي كرونيك. دي ليفر. ديزيز. يتبيني فيه المطاف الى حاجة اسمه ليبر سيروس. حينتي به المطاف الى ليبر سيروسوس. فالليبر سيروسوس هتمثل end stage of damage أو end stage of أي end stage of any chronic liver disease لكن لكن بعد الشخص يخش في irreversible changes يعني الشخص دخل مثلا في chronic liver disease whatever كل نوع disease خش في chronic liver disease واستمر استمر اللي يظهر معاش تحمله فخشا في irreversible changes خلاص ما عاش فيه أمل ما عاش فيه أمل يرد كيف قبل الحالة هاته اللي لنا irreversible changes نسمو فيها liver cirrhosis تمام نقولي دكتور شن هن بايشن هن ال irreversible changes با لو أنا نقدر نجيب لك liver نجيب لك liver نقول لها نعزيجها لك نقول لك بحث فيها انت تبحث فيها في features معينة تشوفهم في liver لو توفرا فيهن توفرا في liver دغري انت مغمض تقولي لو هذا عند liver cirrhosis شنو هن هن عبارة three features لو أنا عندي هذا liver متاعي وجبت لك liver وصير فيه cirrhosis اول حاجة هتلقى سيننا ان كل او اغلب liver صير فيه fibrosis هذي اول نشوفوه نحن في الاشخاص اللي يعانوا من liver cirrhosis بها ثاني شنو انه diffused fibrosis صحرا كلها فيه بعض cells او فيه بعض hepatocytes دولها كانوا حرام حرام اللي يجد فيه fibrosis وانا طبعا انها vital organs لازم دير لغتها فتلقى فيه بعض nodules nodules هذين عبارة عن regenerations nodules ان بعض hepatocytes بعض hepatocytes بيحاولا يلتقطن انفاسا ويصنع normal cells اخرى او بيصنع regeneration مش انها منفقدش مثلا نفقدش liver فتلقى فيه regenerating nodules regenerating nodules regenerating nodules هذين عبارة عن hepatocyte متغلفات من بره ب fibrosis tissue فانا عبارة عن hepatocyte encircled by fibrosis tissue هذين نسمو فيه regeneration nodules لو انبحثوا في vessels لداخل liver نلقو ان الشكل الامتحن الطبيعي abnormal نلقو فيه defect او disrupt في vascular vascular architecture في تشوه في شكل الامتحن مش شكل الامتحن الطبيعي هذا يدلك على ان الشخص يعاني من liver cirrhosis فعندنا ثري فاكتورز لو انا شفت في اي liver نبصم بالعاشرة ان الشخص هذا عند liver cirrhosis diffused fibrosis regeneration and disrupt vascular architecture انت عارف بتقول لي ايش معناها disrupt اعطيني دقيقة او دقيقتين بعد نخشه في pathogenesis of liver cirrhosis ثم انذكرك بين نقطاتي حتى فهم انت بروحك تمام بما ان بما ان انا قلت لك ان liver cirrhosis يكون due to any chronic liver disease با هي دكتور شنهن اللي ممكن انا نخاف منهن ان يأثرا ويأدن ال liver cirrhosis اول كوز واهم كوز هو الكحول الكحول هو يعتبر المست كومن كوز يمثل تقريبا من 60 ال 70% من الكوز of liver cirrhosis اول حاجة اول شخص او شخص يعني من chronic use من الكحول هذا توقع منه ان ينتي بالمطاف ل بال liver cirrhosis ونحنا قلنا liver cirrhosis هي end stage ومبادر الكحول ذكرناها ان الشخص اللي يعاني من الكحول من من يصير له cirrhosis فهو الشخص المتعاط هدا اللي ياخد الكحول سيمر بمرحل اول مرحلة يمر بها ان يصير له fatty changes ال ربي ربي هدش وقاعد ما استمر في الضلال المتاع الكحول سيجد له inflammation في ليفر متاع وال التهاب صار due الكحول فحيخش الشخص في alcoholic hepatitis ما زال الشخص هذا مطاق الرأس ما زال ما هدش رب وما بيش يوقف ينتبه المطاف الى cirrhosis وال cirrhosis صار نتيجة كنو الكحول فسموه alcoholic cirrhosis تمام هذا هو the most common cause of liver cirrhosis شنوه الفيوس فاي البروس رجنر الديول ديسترابش الفاسكولر اركتكت شنوه السبب الاخر السبب الثاني لين البليري ديزيز البليري البليري ديزيز نحن طبعا شكل البليري سيستم حيكو بيذا شكل عندنا الهيباتيك داكت نازلت من الليفر يلتحمل مع السيستيك داكت ويكون بالكون بايل داكت تمام فأي بيلياري ديزيز ممكن يتأدي يتأدي لليبر سيروسوس وخاصة الأوبستركشن أي أوبستركشن ممكن يأدي إلى سيروسوس ستون مثلا سيروسوس ديزيز اسمه البليري سيروسوس أو برايمري بيلياري سيروسوس ذكرت الكام بدري وقلت لك بعد دقائق بسيطة سنعرف الديزيز جدينا كله حيقدر أنكم تفاته شن فكرت البرايمري بيلياري سيروسوس اللي هو المست كومن كوس في البليري ديزيز اللي أدى إلى سيروسوس هو برايمري بيلياري سيروسوس شن فكرت هذا عبارة أو تواميون ديزيز حدي للي بروغرسيف ديجنراشن أو بروغرسيف انفلميشن ويدلي جرانيولوميتاس ديجنراشن مدام جرانيولوميتاس ديجنراشن معنا كرونيك أو جرانيولوميتاس انفلميشن معنا حاجة كرونيك وقلنا نحن أي كرونيك انفلميشن بيأدي إلى فايبروسوس حلا فالفايبروسوس في وخاصة في الهيباتيك بلا ريدكت يعني أما المين هيباتيك دكت أما لجوه يبدأ يصير فين progressive و chronic inflammation و granulomatous inflammation يبدأ نستكر نتيجة الفايبروسوس اللي صار فتديلي في Obstruction Obstruction أدى إلى liver cirrhosis ليش صارت liver cirrhosis due to pleary disease فسميناه pleary cirrhosis تمام هذا واحد من الأسباب السبب الثاني أو الثالث اللي هو Viral Hepatitis طبعا بعد ناخده محاضرة Inflammation of liver لأن الهيباتيس فيه أسباب شتى للهيباتيس وبأن أنا قلت Hepatitis Inflammation فدي أول ما يخضر عليك two cause يأما infectious يأما otomine فعندنا otomine hepatitis عندنا infectious hepatitis ممكن بكتير viral hepatitis due to virus فال viral hepatitis حتى هو من ضمن أسباب يأدن إلى liver cirrhosis وهذا يشكل تقريبا 10% من cirrhosis of liver cirrhosis تمام ب فيه أسباب أخرى ممكن عندي nutritional causes ممكن يأدن إلى liver cirrhosis عندك على السبيل مثال المال المال نيتريشن المعتقد اللي هم ماشيين به تو أن due to defect أو imbalance ما بين liver enzymes نتيجة حدوث المال نيتريشن هي التي تتأدي إلى liver cirrhosis تمام في other nutritional disease في disease اسم hemocromatosis 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 والويلسون disease شن فكرة الhemocromatosis وشن فكرة الويلسون disease الhemocromatosis حيبدي يصير لي accumulation of iron iron بعد يكون عندي في iron overload في زيادة في normal level of iron iron بعد يكسد يكون عنده high level يمشي كعمزلي في liver الويلسون الويلسون شبيه بالهيمocromatosis لكن المادة تختلف هو هيكون في accumulation of cover داخل الويلسون في normal level of cover فتقعمز في الويلسون disease في disease آخر اسم alpha one anti trypsin deficiency alpha one anti trypsin deficiency النقص في انزيم اسم alpha one anti trypsin ممكن يؤدي الى liver cirrhosis شن قصة alpha one anti trypsin normally نحن قلنا النقص في alpha one anti trypsin ممكن يؤدي الى cirrhosis alpha one anti trypsin normally شن يدير ال alpha one anti trypsin هذا انزيم يصنع في liver الوظيف يحمي السيلس من اي external damage يدير انزيم انزيم لنزيم انزيم المدمرة كيف البروتين انزيم الى بعض كيموتربسين انزيم 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 lemon ca نزيم جد انزيم انزيم كرونيك دامش في الليفر كرونيك دامش في الليفر حينتي بي المطاف الى ليفر سيروسوس لو نجي نقول لك يا دكتور دي لي كلاسيفيكيشن صنف لي صنف لي ليفر سيروسوس يقول لي سهلة اكوردن طول كوز اللي انا صنفتن نقدر نصنف لك ليفر سيروسوس لو كان الكوز سيكون نوع سيروسوس اسمه الكوليك سيروسوس ولو كان كان الكوز تيوتو البيلياري ديزيز سنسموه سيروسوس لو كان فيرل سنسموه فيرل سيروسوس لو كان نيترشنال سنسموه نيترشنال سيروسوس فأكوردن طول كوز نقدر نطلع الطائب أو سيروسوس تمام؟ في تسليف اخر أكوردن طول سايز لو كان لدي سيروسوس في مكان معين وكان حجم الديول حجم المتاحة أقل من ثلاثة ميلي نسموه مايكرو نوديلر سيروسوس مايكرو نوديلر سيروسوس نجو تولي الباتوجينيس من ثلاثة ميلي من ثلاثة ميلي شوف الرسمة لو أخذت صورة مقضعية لليفر وقصيت صورة قصيت جزئية من الليفر بهذا الشكل وكبرتها سيروسوس طبعا هذين الهيباتوسايت داخل الهيباتوسايت اللي قدامها كده نسموه ساينوسوس ساينوسوس نهاية الساينوسوس سنترال فين هذا هبورتال فين وهذا هباتيك أردري هباتيك أردري هباتيك أردري هباتيك أردري وينتي بنهاية الساينوسوس وهو السنترال فين سبيس هذا سبيس هذا ساموه فيه البري ساينوسوسويدال سبيس بري في الباب الأحمر بري ساينوسوسويدال سبيس عنده اسم آخر هو سبيس أوف دايس سبيس أوف دايس فشن هو سبيس أوف دايس هو نفسه البري سينوسويدال سبيس بل سبيس هل هو فاضي ولا فيه حجات لا فيه سلز فيه سلز نجمية شكل بها شكلك اسم ستيليت سلز اسم ستيليت سلز او عندهن اسم آخر اسم ال آيتو سلز آيتو سلز ستيليت سلز أو الآيتو سلز بل السلز هذين نورمالي موجودات في البري ساينوسوسويدال سبيس شن وظيفتهم الستيليت سلز هذين مخزن للفيتامين اي يخزن للستيليت سلز أو الآيتو سلز مخزن للفيتامين اي هذا الشكل نورمال تمام نبه نخشه توفي الأب نورمال لو انا تعرضت ل كرونيك ليفر انجري أو كرونيك ليفر ديزيز وبدأ يصلي الدامج في الهباتو سايت تمام تبدأ الهباتو سايت اللي هي الدامجة تبدأ تفرز فيه سيكريشنز أو فاكتورز للستيليت سلز باراكراين فاكتورز كلمة باراكراين تفرز حاجة السلز المجاورة لك يعطي كلام هستو فتفرز ستيمولاتوري فاكتورز طب تدلي في ستيموليشن للستيليت سلز تمام فأنا هنا شن صالي صالي ستيموليشن للستيليت سلز الستيليت سلز ستيليت سلز ستيموليشن بدأت تزيد في العدد وبدأت تزيد في الحجم وبدأنا الستيليت سلز هذينا يفرزنا في كروث فاكتورز التفرز اللي فيه كروث فاكتور اسمه ترانسفورمينج ترانسفورمينج كروث فاكتور بيتا من تفرز فيه هذي؟ تفرز فيه السيليت سلز أو I2 سلز تمام؟ كروث فاكتور هذي يمشي يبدأ ينصنع لي ويدي لي الكلاجين ترانسفورمينج ترانسفورمينج وفاكتور وفاكتور كولوجين وفاكتور وفاكتور فيبدأ يدين لي فاكتور للفاكتور ويبدأ يخشش الشخص في لفاكتور لفاكتور نعود شخص تعرض لكرونيك ليفر أو كرونيك هيباتيك انجري أو كرونيك ليفر ديزيز فبدا يصيري الدامج في الهيباتوسايت الهيباتوسايت بدأت تفرز فيه ستيمولاتري فاكتور وين تفرز فيه؟ ستيليت سلز ستيليت سلز بدا يزيد الحجم المتاحة والعدد المتاحة نتيجة الستيموليشن فبدأت تفرز فيه ترانسفورمينج بدا يفرز فيه كولوجين وقدى في النهاية يبكل الى ليفر فايبروسوز وليفر سيروس فحتلقى مفتاح الليفر سيروسوز اللي هو الستيليت سلز هو ميديايت الليفر سيروسوز هي نقطة مهمة با بعد صالي ستيموليشن عن طريق الدامجة تباتو سايت للستيليت سلز كما قلنا نحن الحجم المتاحة بدا يزيد والعدد المتاحة بدا يزيد فبدأ يضغط على السينوسوز يدير في كومبريشن على السينوسوز فالكومبريشن هذا فأدى الى زيادة في البريشن داخل الفيسلز أدى الى زيادة في البريشن داخل الفيسلز فالليفر سيروسوز ما رات يؤدي الى حاجة اسمه بورتال هايبورتنجي بورتال هايبورتنجي فنتيجة الضغط الستيريت سلز على الفيسلز شوه 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 شكل الفيسلز فالاركيتكتر الفيسلز صار لهم تشوه نتيجة الضغط هايبورتنجي 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 بعد ناخده الباتو جينيسي هايبورتنجي بشي ما نكلمة ديسرابت الفيسكلر اركيتكتر بيتسيلي في سيروسوز تمام؟ باهي لو نجوه تووا نسأله ونقولوا ما هنه الكلينيكال بيكترز الكلينيكال بيكترز الفيسلز لو جاني مثلا شخص عنده ليفر سيروسوز شين ممكن الحاجات اللي ممكن يعاني فيه اول حاجة اول حاجة يجوك بياه الاشخاص اللي يعانوا من ليفر سيروسوز مرات ما تقدرش شخص مبهمي ما عندش اعراب هو خاش في ليفر سيروسوز لكن ما فيش اعراب بين عليه هذا نسموه فيه سايلانت سايلانت ما عندش اعراب تمام هذي الحاجة الاولى الحاجة الثانية ثانية ممكن يجيك بي نون سبيسيفك سيمتمس نون سبيسيفك سيمتمس شين معنى كلمة نون سبيسيفك؟ معنى حاجة تصير في كل الامراب نعطيك مثال خارج موضوعنا اليوم بعد شخص يجيك بحرارة وصداع مثلا هذا نون سبيسيفك سيمتم ew لا يوجد فرصة صداع ويقول أه أه أنت عندك صداع وعندك المرض الفلاني أه أنت عندك حرارة وعندك المرض الفلاني لا جميع الأمراض أو أغلب الأمراض تدير في حرارة أغلب الأمراض تدير في صداع فهذا يعتبر فيه نان سبيسيفك ما هو عرض محدد يأتي في كل الأمراض تمام هذا مثال خارجي نجوم رد الموضوعنا شيء مشامل أمن الم Africans ممكن نجيج بأين شخص بشركة أنم يأتي آنوروكسيا أو شحية فقطان في الوزن بأموركسيا ويمكن بويت لس فقدان في الوزن، بشركة يدخ ki m мод con osteobrose كيف تفسير arrived leclerosis eating fitness ديكريز في البيتامين دال أو البيتامين فيتامين دي ميتابوليزم فيتامين دي ميتابوليزم صار فيها ديفكت أو ديكريز أثرت على البول في خش الشخص في أوستيوبروسوس ممكن يخش لك في كلبينج انتفاق في الفينجرز كلبينج أو فينجر نتيجة الغرف فاكتور والترانسفورمان الغرف فاكتور ممكن أدى إلى زيادة في الغرف عند النيلز فأدى إلى كلبينج فالكلابينج والاستيوبروسوس والانوروكسيا والويتلوس هذين هنون سبيسيك سيروم في كل الأمراض أو في أمراض عديدة فمنقدرش أن الشخص يجيدي بالأعراض هذين ونقول له أنت عندك ليفر سيروسوس تمام؟ بها طبعاً ليفر سيروسوس سيروسوس نحنا قلنا فيه ديفيوس نبدري بعد عرفنا ليفر سيروسوس قلنا فيه ديفيوس فيبروسوس منع أغلب الليفر متملح كما نقوله فتنقى الأشخاص اللي يعانوا من ليفر سيروسوس طبيعي بيخشوا في ليفر فيلر صحيح؟ ففي احتمال كبير يجيك بحاجة بسمها جانس هايبر بالرابنيمية طبعاً نبي واحد منكم فاتح نبي واحد منكم فاهم يقول لي نوع الجانس أو الهيبر بالرابنيمية اللي بتصير لي في الليفر سيروسوس شنو هي هاي نعطيكم كم ثاني يتفكوا الجو وبعدين أنا حنجاوبها ونشوفوا روعكم من اللي جاوب صح ومن اللي جاوب غدر به طبعاً جاوب النوع الجانس أو الهيبر بالرابنيمية اللي بتصير لي في الليفر سيروسوس هي انكونجيكيكيه ليش انكونجيكيه ديتكتور نبدأ لكي تخشف الليفر ويصير لها كونجيكيشن الكونجيكيشن بيصير لها داخل الهيباتوسايت وانا عندي الهيباتوسايتس في الليفر سيروسوس متملحات الدمرات يعني ديفيوز فيبروسوس فالبلرابنيمية بعد يوصل الليفر يلقى الميكان أو الدار اللي هو بيصير له فيها من الدم فيقى كيف ما هو بدون أن يكونجرات فتزيد نسبة فيخش فيه ويخش فيه بما أنه هو خش فيه معناها فقد 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 شنهي هي دي توكسيفيكيشن دي توكسيفيكيشن تنقيت البادي من السموم فأنت هكي نقصت أو فقدت خاصية دي توكسيفيكيشن صح للعب معناها أنت هنا عندك قصة عندك مشكلة السموم اللي عندك يخطمنا لليبر ويطلع كيف ما لدينا في البلد يخشنا في السيستيميك سيركوليشن عنده ينتقل من بورتال سيركوليشن إلى السيستيميك سيركوليشن شنه هو أهم توكسيك سابستانس يصفي لك فيها الليبر اللي هي الأمونية الأمونية يفرض تخش في الليبر والليبر يدلها تيتوكسيفيكيشن تونا جاد عندك الليبر البحري فالأمونية هذي تطلع للسيستيميك سيركوليشن وتمشي للبريين تمشي للبريين وتبدأ الترصب في البريين فاديلي النيورولوجيكال سيمتم صح الله ممكن الشخص يجيك بنيورولوجيكال سيمتم ممكن يجيك براحشة رحشة في ريدي يسمو فيه تريمور الانذهان عنده مصطرح خاص يسمو فيه الاستريكس هتغطوه إن شاء الله فيه رابعة وخمسة مراصي تطور به الوضع يخش في كومة والكومة يتخش في ده طبعا فهو خش في سينس أو بريين بروبلم نتيجة الليبر ديزيز مش نتيجة البريين البريين هو جوه سمح أمور طيبة جاه حاجة من بره مدوز لبز وأدى إلى ديزيز وأدى إلى بريين ديزيز أو سينس ديزيز ديوتو ليفر ديزيز فالحالة هذه اللي تكون شخص عندها بريين ديزيز أو سينس ديزيز ديوتو ليفر ديزيز نسمو فيه هيباتيك إن كفالوباتي هيباتيك إن كفالوباتي تمام هذه أول حاجة ممكن نجيك بها الحاجة الأخرى من ضمن يدير لي في الأستروجين يكسر لي في الأستروجين هذه وظيفة للليبر الأستروجين بعد يقوم بالوظيفة متاعها وانتهت الوظيفة متاعها يمشي للليبر تكسر في الليبر فأنت فقدت أو نورمال ليفر فانكشن معنى أنت فقدت أو نقصت من الأستروجين ميتابوليزم بما أن الأستروجين لا أعشي تكسر عندك فهتكون عندك هاي ليفل أف أستروجين الزيادة في الأستروجين في البلد شو ممكن نديله أم تكن دا مثلا صار المشكلة في ميل بيشينت ميل بيشينت فممكن يجيك ب غينيكوماستي أم تحضر في الميل أم تحضر في ميل بيشينت لو كانت في ميل بيشينت حدر الله حاجة اسمه الأمينورية أمينورية أمينورية أو أمينورية هذه أبزنس أو لص في المنسترال سايكل تمام ممكن لو كان ميل بيشينت أخرى رده للميل ممكن زيادة في الأستروجين تدير للتستيكولر آتروف آتروفي في التستيس هذه ممكن يجيك بها البيشينت يعني من ليبر سيروسوس تمام وممكن يجيك بحاجة اسمها سبايدر نيفاي سبايدر نيفاي تلقى عندها في السكن شبكة كيف العنكبوتك من البلد فيسلس هذه يسمو فيها سبايدر نيفاي هذه صارت ديوتو الهاي لفل آتروف آتروفي تمام فهذهنا ممكن يجيك بين أشخاص اللي يعانوا من ليبر سيروسوس مبدري مبدري كنا نحن الأشخاص اللي يعانوا من ليبر سيروسوس ممكن يخشوا في بورتال هايبرتنشن سهلا فمرات مرات يجيك البايشينت بالصاين والسيمتم أوف بورتال هايبرتنشن اس شرطة اس صاين أند سيمتم أوف بورتال هايبرتنشن بما أن نطقينا في البورتال هايبرتنشن نجو الرسمة اللي يرسمها الكم الرسمة اللي يرسمها الكم هذي طبعا هزا الانتسل يلقى مننا وهذا يطلع مننا ويتحدن مبعضا ويكون حاجة اسم البورتال اللي هو يدخل في الليبر البورتال جوه يدخل الليبر الشاعب كيف ما يبي وينتي به المطاف في فين واحد اسمه الهيباتيك فين الهيباتيك فين يصب في الانفيريور فيناكيفا اللي هو بإذن الله يركب لعند الرايط صايد ويكمل لا عندك هنا فين اسمه هذي يصب في البورتال فين هذي يجيب لك الدرينج من الوصطمك عندنا ايضا اسفيجيال فين اسفيجيال فين يصب فين يصب في الليفت جاستر فين وليفت جاستر فين وين يصب يصب في البورتال فين. وضاحت قدامك من خريطاني باب. لو نفترضوا ان شخص عنده مشكلة في الليفر هنا. ليفر سيروسوس. تمام? وفيه تكدس كبير من البلد هنا. رفع لي للبريشر. لوز. فقده الى زيادة في البريشر داخل البورتال فين. فسميناها البورتال هيبرتاشن. شين ممكن يصير لي? لو شخص خاش في بورتال. اول حاجة معي. بعد يجمع عندي بلد كمية كبيرة هنا. البلد كل ما يجي. بعدينها كلهم. جاي من المستومكو القصوكاس والجاي من السبلين والجاي من الانتستين. كلهم يجمعن جمعن بفرضو في البورتال فين. يلقن هاي بريشر. بلد واجد. يبدي يوخره. ما عشان يقدر يكامل انطر. فبعد يوخر على السبلين. يبدل السبلين كونجستيد بالبلد. فيبدي يصير تضخم في السبلين. ستعلق. فيجوك البيشنت اسبلينو ميجالي. هذي النقطة الاولى. الاشخاص بيعانون من البورتال هيبرتنشن. ممكن البلد يرد من خلال ويرد على الاوسوفيجيا الفين. فيبدأ الاوسوفيجيا الفين كونجستيد بالبلد. فيدرالي دوالي كيف الدوالي في الاوسوفيجيا الفينز من انتفاخ. فتأدي لك الى الاوسوفيجيا الفاريسيس. اوسوفيجيا الفينز. هتلقى الشخص مرات تقوله تدير لها اب دوميال باحث البطن المتاعه. تلقى هذي امبلايكس. الراوند امبلايكس تلقى فيه كونجستيد واللارجة تلقى فيه كيف الشبكة حوالين امبلايكس. كونجستيد بالبلد. نتيجة البورتال هيبرتنشن. شون يسمو فيه الحال هذي يسمو فيه الكابت ميدوزا. الكابت ميدوزا. تمام? هذين كل ذي ممكن يجيب بين الشخص اللي يعاني من اللي بارسيروسيس. تعالى. بعد يكون انا عندي هاي بريشر او هاي بلد بريشر في البورتال فين. كونجستيد كونجستيد زي. فالفلويتس او البلادس يبدأ يهربا بره صلى الله. يهربا بره الفلين. فممكن يديلي ادمة سهل. ممكن يديلي ادمة. والادمة داخل الادومين شنو نسمو فيها? نسمو فيها الاسايتس. اسايتس. فممكن البيشن تجيب بي اسايتس. هذي حاجة. على فكرة في اللي بارسيروسيس مش فقط ديوتو البورتال هيبرتنشن. لو نفترضوا ان شخص عند اللي بارسيروسوس ومتدمرات الهيبات السايتس هل فيه تصنيع للالبومين بتقولي لأ ان الشخص يخش في ديكريز من الالبومين. هيبو البومينيميا. والهيبو البومينيميا بتأثر لي على الانكوتيك بريشر والأثر فيخش في ادمة ويخش في اسايتس. فعندنا دو كوزز. دو كوزز. او 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 في حالات اللي بارسيروسوس. نفس فكرة نفس فكرة الجانس مش نبدي الليل يقول انها تصير لي في حالات اللي بارسيلاوسوس وتفقعت ان تكون نوع متاحة ان. اعرفون من اين كانت انجولي توبتر المثرة من قول في ديكريز من الاصر مدمره فما صل لش كونجيجيش فصار لها أنت كونجيجيت هايبر بليربنيميا هذه النقطة أولى النقطة الثانية مبادلة بعد حكيت لك الجنس قلت لك بعد تكون بليربن من اللي يمسك بليربن ويقول نوصل لك عن الليبر اللي هو الألبمون بعد الشخص عند الليبر سيروسوس وعنده هايبو ألبومينيميا نسبة الألبومين من قصطنا مش الهيبو ألبومينيميا وممكن تؤدي لك الألة أنت كونجيجيت هايبر بليربنيميا وجنس فبعد تتفاهم خلاص يجبو لك أي سؤال في امتحان بأي طريقة كانت تقدر جاوبه أنت وأنت مغمب عيونك في كوز واجدات تدلق إلى عرض معين تمام؟ بان لو شخص عنده بورتال هايبرتجين يعني الفينز اتفاقنا أنه أو البلد سوري متجمع في كل الفينز سوال بورتال فينز بيرموزينتريك سبلينيك وفي ذلك بارَدجين رائح تلاحظ أن الفينز هايبرنا موجودات في الأحشاء متعاتك وكلمة أحشاء نسمو فيها سبلينغنيك فلينكك فلينككس فاعتجد كل كل سبلينكك فين صفين injury فاعتجد دائلا تيشن في كل سبلينككك فينز فينس كل فينس هذا يؤثر لك على الاثر يعني نقص يعني انت الاثر يخطم الهارت يطلع لك فانت مدم هو حاصل اللوطة مش راقي فوق يؤثر الاثر اوغنس فانت مدم هو فازو كونستركشن في الرينال فيسلس فازو كونستركشن في الرينال فيسلس هذا سيؤدي الى رينال هايبو بيرفيوجن ينقص على الكيدني فيؤدي مرات الى رينال فيلر رينال فيلر فهنا الكيدني مزكينة ما فيش اي حاجة لكن خرش الشخص في فيلر نتيجة مشكلة في الليفر نتيجة بورتا هايبورتنش نتيجة ليفرسلس فبما انه عنده مشكلة في الليفر ادت الى دفكت وفيلر في الكيدني فالنوع هذا نسمى فيه هباتو رينال رينال سيندروم تمام نفس الفكرة هذي بتصير لي في اللنج ينقص الارتيريال اكسيجنيشن تنقص الاكتيفتي في خشي أو رسبراتري فييلر والسبب متاحها البورتا هايبورتنشن سبب متاحة الليفر سيروسس فالحالة هذي نسمى فيها هباتو بالموناري سيندروم هباتو بالموناري سيندروم فالنجو ان الليفر هو يعتبر اصمان فيتال اورغان دمر لي اضر فيتال اورغان هباتك انكي فالو بذلي دمر لي البريم ضرب لي الكيدني في الهباتو رينال سيندروم وضرب لي اللينج في الهباتو بالموناري سيندروم تمام؟ هذا فيما يخص موضوع ليبر سيروسس وعلى فكرة نحن هنا ما خديناش ليبر سيروسس بس خدينا ليبر سيروسس وخدينا أيضا دزيز اخر اسمه البورتال هيبرتنشن خششناه في بعض في موضوعنا توا خدينا ليبر سيروسس وخدينا البورتال هيبرتنشن حاجة واحدة بس ما خديناهش في البورتال هيبرتنشن ليهن الكودس لو ناخده الرسم هذي ونكبروها شوية عندها شوفوا معي نفس الفكرة اللي قبل قصة فيه الفين يصبا فيه الليفت غاستريك فين وينزل في البورتال سيركوليشن وسبلين وبلا بلا بلا كلا فهتلقى حركة البلد جاية هيك وراجعة فاتجاه المتاحة بيكون هيك وماشي هيك صح؟ با نجو توا لأسباب البورتال هيبرتنشن لو عندي أسباب أدت إلى البورتال هيبرتنشن قبل دخول البلد لليفر يعني أسباب في البورتال فين محدد كمام أدت إلى زيادة في البريشر والبلد بريشر داخل البورتال فين أدت إلى بورتال هيبرتنشن فجاية قبل لأنها هي طريق المتاحة هكي فجاية قبل الليفر فهذه نسموها بري هيباتيك كوزز بري هيباتيك كوزز أو بورتال هيبرتنشن لو كانت المشكلة داخل ليفر أدت إلى زيادة في البورتال هيبرتنشن هذه نسموها انترا هيباتيك انترا هيباتيك كوزز أدت إلى حدوث البورتال هيبرتنشن لو كانت عندي مشكلة في الهيباتيك فين أو الهيباتيك فين أو الهيباتيك فين المهم بعد الليفر هذي نسموها بوست هيباتيك كوزز فأنت هكي منطقيا منطقيا تيب تقولي يا دكتور أنا هنطلع الكوزز من رسمها من بيش نحفظ أي حاجة من بيش نحفظ أي حاجة ترى يا دكتور طلع لي شنهن البوست بوست هباتيك كوزز أو يا سيدي خلينا نبدو من البري نبدو من البداية طلعت يا دكتور شنهن البري هباتيك كوزز بتقولي سهلة أي حاجة تديلي أوبستراكشن في البورتال في حديدلي من البورتال هيبرتنشن ممكن ترمبوزز ترمبوزز في البورتال في فكرتلي ماس من بره تيومر أي ماس ضغط لها البورتال فين من بره انفلميشن تدلي فيبروسس في البورتال فين أدى إلى ثنينج أو ناروينج في البورتال فين ماسف سبلينوميغالي ضغط على البورتال فين فأي حاجة في بالك تجي ولو شبه لك حتى في المتحال وأنت فهمت أن هذه تديلي كومبريشن على البورتال فين أدت إلى بورتال هيبرتنشن معناها قبل الليفر فنسموها بري هباتيك كوز فهمتون؟ بحث لو نجي نقول لك يا دكتور أعطيني كوز هباتيك كوز أو داخل الليفر يؤدي إلى بورتال هيبرتنشن يقول لي ديت هو كنا نحكو فيه وهو أي حاجة أي كرونيك ديزيز يضرب الليفر ويؤدي إلى توقع من نجي لبورتال هيبرتنشن بے دكتور شن هنه الكوز الليهن !! !! بعد الليفر ، ممكن مع مشكلة في المتحال أو في النفيري لناكيفا أدت إلى الإدوام بالبورتال هيبرتنشن تقول لي بل فهم يا دكتور أي حاجة مجلachen أوبستراكشن في ال работ ثرومبوس ثروماس أي حاجة دلت لي ثرت لي أو ناروين في الesting ممكن تقدي إلى بوست هيباتيك بورتال هيبرتنشن أي حاجة بتذكر الإنفيرو في ناكيفا ماس من بره تيومر ترومبوس مع أنها رير ترومبوس لأنه هو وايد فأي حاجة بتديري ناروينج أو أوبسركشن في الإنفيرو في ناكيفا ممكن تؤدي إلى بوست هباتيك بورتال هيبرتنشن تعال الله شخص يعني من رايت صايد هارت فيلر رايت صايد هارت فيلر ونحن عارفين أن الفينيس يرد في الرايت صايد وهنا عندي فيلر متجمع البلد واجلا منتفخ الرايت صايد فالدم كل ما بيرقى يلقى حكاية معبية كده فيبدي يرد تلقى ترد البلد على الهباتيك يرد البلد من الليفر على البورتال فين البلد يزيد تخشيشني في البورتال هيبرتنشن وين كان السبب الأساسي فوق الهارت فهو بعد الليفر فهذا ممكن يؤدي إلى بوست هباتيك بورتال هيبرتنشن شخص يعني مثلا من كونستركتف بريكاردايتس كانت حاجة ضغطة حاجة ضغطة على الهارت من بره متخلش فيه يقوم بالوظيفة متاعا فالبلد اللي جاي من الفينيس رتير مفروض يصيله داليتيشن يتعبى هو كل ما بيصيله داليتيشن أو دايستول يلقى في حاجة ضغطة من بره ثم يتعبش كويس فتقد كمية كبيرة قال بالبلد قادر فيه مفروفينة فيما يخص موضوع الهيباتايتس وفيما يخص الجزء الاول من محاضرات الهيباتايتس نحن كمالنا شبه 75% من الهيباتايتس خلص فضلنا موضوع واحد هو الهيباتايتس والليفر تيومرس ونكمل ان شاء الله كل ليفر ديزيز بارك الله فيكم على حسن الاستماع واسف على الايطالة وان شاء الله بالتوفيق لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته